السلام علينا الأخ أحمد من مصر. أستاذ أحمد تفضل. علي السلام عليكم. وعليكم السلام. كان فيه سؤال بخصوص القطاع الزراعي. الزراعات. تفضل. فيه بعض التجار تمام. أو هي شركات الشبسي بشكل عام. بتوفر تقاول بطاطس. نعم. وبتحدد سعر المحصول قبل ما يتم زراحته. وقبل ما يتم محصده. بتحدد سعر المحصول اللي هتاخد بيه. بشرط أن هي هتوفر التقاول بطاطس. وحتاخد سعرها بالآكل. بعد الحصاد. فهل المعاملة دي هي معاملة شرعية. أم فيها حرامة. طيب. خليك معنا أخ أحمد. مولانا سؤال الأخ أحمد عن صيغة من صيغة البيع. شركات بتوفر للمزارع التقاوي. وبتشتري منه المحصول قبل أن يزرع. وقبل أن يحصد. ويتخذ منه هذا التمن التقاوي بالآكل. عشان توفر عليه الأمور. فهذه الصيغة مظلمة من البيع. تجوز أم لا؟ هو مش الصيغة. اللي هو البيع نفسه حتى هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بجو صلاحه. نهى عن بيع الثمر قبل بجو صلاحه. قبل ما يظهر علامات صلاحه ونطقه واستواءه. ليه؟ لأنه حتى بعض الأحاليس تقول أنه قد تقع جائحة. قد تقع جائحة. الجائحة اللي هي مثلا الجو تغير. المناخ تغير. نزلت أمطار. ما ننزلش أمطار. تأثر المحصول. واللي اتفق عليه لم يتم. فبأي وقت حق يأخذ مال أخيه. فهناك نهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وبدو صلاحه أنه يصفر بعض الثمار زي الثمر وغيرها. يبدأ يصفر. وبعدين في طريقه إلى أن ينضب وإلى أن يطيب. فهذا خلاصة ما يفتح له بيه عليه في هذا المقام. إن شاء الله. إن شاء الله. كزاك الله خيرا. مولانا أختم أحمد. أتفضل مولانا. أعودا بس إحنا قلنا السؤال الأولاني السابقون. قلنا أن من المسلمين في أي عصر في أي مصر الخارق. ممكن أن يعظم أجره ويفوق الصحابة في الأجر. كما استشهدنا وذكرنا بالأحسنة. اسمع إلى قول أبي مسلم الخولاني. أبي مسلم الخولاني. نحن نتحدث عن أن الإسلام بنصوص الوحي. بشقيه الكتاب والسنة. ينهى المسلم عن أن يرضى بالجن في أمور الآخرة. معايا أخي طارق؟ معك مولانا نعم. أيوة. أبو مسلم الخولاني أحد السلف الصالحي. يعني إيه؟ علق صوتا. علق سوطا. سوطا. صوت قربك يعني. في المسجده يعذبه نفسه كلما فترة. كل ما يفتر ويكسل. والفتور هو التوقف بعد السير. أو السكون بعد حرك. كلما فتر يعني ضرب رجلي حتى هنا. ويقول أتظن الصحابة أتظن الصحابة أن يستأثروا بمحمد ديننا. الصحابة يفكرنهما أو يفكرنهما يستأثروا بالرسول ديننا. والله لأزاحمنهم عليه زحاما. والله لأزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجالا. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما قال يدخل الجنة فضل.